اتكلمنا في الجزء الاول عن تاريخ الحضارة الغارقة المزعومة برأي العلم والادلة التاريخية المثبتة واللي تقريباً كان بيرفض وجودها باي شكل من الاشكال والنهاردة زي ما اتفقنا هنتكلم بلسان مؤمن بوجودها ممكن تكون الحاجة ضعيفة والامثلة مغلوطة والادلة وهي حتى القصص اللي احنا حفظنها مغيرنها بس حفاظاً على الحيادية هنعرض الرأيين وليك الحرية في انك تختار هتصدق من فيه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلاً بكم معاي على المصطبع انا احمد حسام وحلائتنا بانوان اطلنتس والمصريين الجزء التاني والفيديو ده مأخوذ من كتاب دكتور سيد كريم بعنوان لغز الحضارة الفرعونية وقبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والشير ولو اول مرة تشرفنا دو سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول ويلا بينا اطلنتس القرى المفقودة اللي شغلت التاريخ واللي وجدت في التاريخ منذ اكثر من 2500 عام عندما اذاع كهنتين شمس سرها لأول مرة ونقل الحوار بتاع الكهنة الفيلسوف افلاطون زي ما اتفقنا في الجزء الاول وشغلت اطلنتس العصور الوسطى لما نقل الجغرافيين العرب وبحارة الاندلس قصتها لاوروبا وذكروا انها بتقع بالقرب من الاندلس اللي بتطل على المحيط ودلوقتي شغلت عقل الكتير من العلماء والباحثين عشان يحلوا لغزها في معاهد خاصة فقط بتاريخ اطلنتس الحكيم والسياسي الاغريقي سولون الجد الرابع لأفلاطون اول من نقل قصة اطلنتس الى العالم الحديث نقلها من كهنة معبد هليوبلس عند زيارته لمصر سنة 570 قبل الميلاد وتمكن بواسطة صدقته مع الملك امازيس من دخول المعبد واعتناق الديانة المصرية وتوصل عن طريق الكاهل الاكبر للمعبد للاطلاع على كثير من اسرار المعرفة اللي نقلها لبلاده واصبح بعدها واحد من اكبر حكماء الاغريق ومشرعيها وقد ذكر سولون ان الهانوت حامية وصائط المعرفة وحامية اسرار الوجود بمعبد زيس اصرت اليه بان المعرفة اللي هي تمتلكها ترجع لالاف السنين قبل انشاء المعبد نفسه وتنقلت اليها من جزيرة قديمة كان بيحكمها الالهة وبيدير شؤونها انصاف الالهة من كهنة معبد الشمس وان اهلها كما وصفتهم برديات كتاب الموتى كفروا بالاله الاعظم وظنوا انهم بمعرفتهم وقوتهم صاروا الهة وان بامكانهم غزو العالم كله وده اللي خلى الاله الاعظم ينزل غضبه فعندما غربت الشمس قذفت السماء جذيرتهم بحمم وغمرها البحر بامواجعتها وتقلصت الارض وانشقت لتبتلع الجزيرة بالكامل وتغرق في قاع البحر الازرق العظيم وبعد كده بيعود البحر زي مكان ويعوم الهدوء وترجع القريطة كما كانت ولكن بدون حضارة اطلانتس بالكامل في خلال حوار سولون مع كهنة معبد زيس ذكروا له بان كهنة معبد الشمس في اطلانتس امرهم الاله بالهروب من الجزيرة قبل ما يصب غضبوا عليها وتنقلوا باتجاه افق الشروق للمكان اللي امر به الاله الاعظم لقامة معبد الشمس على ارض مصر كما حدد الكهنة لسولون تاريخ غرق القرى من خلال التقويم الكهنوتي للمعبد واللي قالوا انه بدأ بعام الهجرة من اطلانتس لمصر ذكر سولون ان عام الهجرة كان بيشير ل9650 قبل الميلاد اي ان الجزيرة غضرقت عام 1220 قبل الميلاد وهو نفس التاريخ اللي حدده كثير من البحثين في معاهد بحوث الاطلانتس الحديثة وقالوا انها كانت بتقع خلف اعمدة هيراكل واللي هي جبل طارق حاليا واللي مسحتها حوالي 600 الف ميل مربع وكانت على شكل قلب لذلك اطلق عليها قلب السماء ويبلغ طولها من طرفها الشمالي لشاطئها الجنوبي حيث تقع عاصمتها 340 ميل وبتتكون الجزيرة من الجزيرة الرئيسية وست جذر اخرى بتطل على المدينة الرئيسية لذلك اطلق عليها ارض الجزر السبع في كثير من الاساطير القديمة كانوا بيصنعوا قمم الاهرام والتماثيل من معدن الالهة اللي هو بيشبه النحاس ولكنه بيبرك الهب وكان اسمه الأوريخان وكان في الجزيرة نهر عظيم بيمتد من جمالها الشمالية الى شاطئها الجنوبي وشق اهل المدينة العديد من الترعي الصناعية وانشأوا بخزانات لحفظ المياه واشهر محاصلهم كان الامح واللي صنعوا منه الخبز والكروم واللي صنعوا منه الخمور اللي اتنقل للفينقيين واشتهروا برضو باشجار النسيق خاصة القطن وارض الجزيرة كانت بتزرع بمحصولين في السنة ومناخها كان معتدل حيث بتحميها سلسلة من الجبال العالية تسمى بالجدار الشمالي من العواصف والاعاصير وكما ان نظرية السالوس المقدس واللي تعتبر اساس العقيدة المصرية هي اسطورة ايزيس وازوريس وحورس والصراع مع اله الشر ست وجدت لها علاقة باطلانتس او ارض الالهة زي ما وصفتها الاساطير القديمة حيث ان وثائق معبد حورس في ابيدوس واللي هو من اقدم المعابد المصرية واللي بدأت فيه عبادة الاله حورس في عهود ما قبل الاسرات بتشير الى العلاقة بين كهنة ذلك المعبد وارد الالهة المفقودة اللي هي اطلانتس وبتقول البرديات ان اللي اسس المعبد هو الاله حورس نفسه عندما وصل لوادي النيل معاها اتباعه القادمين من ارض الالهة الغارقة واللي كانوا عايشين فيها في رخاء تحت حكم الاله اوزوريس اله الخير على حد وصفه طبعا وتحط اله الحكمة وبحكمهم وصلوا لدرجة عالية من الرخاء والعادل وان الناس في الجزيرة للأسف انضموا لست اله الشر واتل ست اخوه ازوريس ورمى جثته في البحر الابيض وامر ايزيس وابنها حورس انهم يهجروا مع انصاف الالهة والكهنة لخارج ارض الالهة كما وجدت ضمن نقوش حضارة جرزة احدى حضارات مصر الخمسة القديمة واللي بتعود لغهود ما قبل الاسرات الكثير من النقوش اللي بتمثل سفن بحرية بتبحر من بلاد رمزالها بالاهرامات الكثيرة الى مصر واكتشف احد علماء الفلك الفرنسي ان زودياك معبد دندرة الموجود حاليا بمتحف اللوفر في باريس واللي بيمثل القبة السماوية وبرجها الاثناشر واوضاع كواكبها وانجومها ان التوزيع الفلكي في تكوينها يرمز لتاريخ تكوينها واللي بيقدر بحوالي 14500 سنة وانها كانت في سقف معبد حورس القديم واللي بنيها مكانه معبد دندرة كما يكشف عالم الاثار الفرنسي شارل براسير في بحوثه الخاصة بحضرات المايا والازتك خلال ترجمته للرموز الموجودة على بودران اهرام ششنيتزا قصة نهاية اطلانتس وعلاقتها بمصر القديمة والسالوس المقدس وكده نكون خلصنا كلام عن حضارة اطلانتس الغارقة واللي بتعد شئت امقابيت واحدة من اكبر اساطير التاريخ واكثرها جدلا على الاطلاق واللي نقسم عليها الناس قسمين قسم بالعلم وبالدليل بيرفض وجودها وقسم بالشغف بيعتقدوا انها مهد كل الحضارة اتمنى الحلقة تكون نالت رضاكم ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير ولو اول مرة تشرفونا دوسوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد اول باول ومتنسوش تحت في الكومنت تقولوا ان انتم ملتوا لانهي رأي من الاتنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته